أين هي سكنات مكتتب عدل 2001-2002؟ هو السؤال الذي طرحه المكتتبون لولاية بومردس في وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بالعاصمة لمطالبة وزارة تبون بإيجاد حل لمشكلتهم التي طال أمدها فرغم الوعود التي تلقوها بتسليم مفاتيح سكناتهم في السوداس الأول من سنة 2016 إلا أن المواقع الثلاث لولاية بومردس وصلت بها نسبة الأشغال أقل بـ 2% وهو ما يتنقض مع تصريحات مسؤولي وزارة السكن والعمرانة مكتتب وعدل 2001-2002 لولاية بومردس مستؤون من طريقة التسيير التي تتعامل بها وكالة عدل معهم وعدم استقبالهم من طرف أي مسؤول في ولاية بومردس للاستفسار عن أموالهم وعن سكناتهم التي لم يعثر على أثرها لحد الآن توصيات اللي جات من سيد رئيس الجمهورية بأنه مكتتب عدل 2001 تسوى الوضعية حم كذلك سيد الوزير في كل تصريحاته يقول باللي مكتتب 2001 عدل هاي تسوى الوضعية حم نحن في ولاية بومردس نصرخ ونندد بشدة أن الوضعية لم تسوى بعد مسؤول وكالة عدل بساعد حمدين استقبل ممثلين عن المحتجين قصد النظر في المطالب التي رفعوها وأعطوهم وعودا بإيجاد حل لوضعيتهم في أقرب الأجر كان للمسؤول وقال لك موسيو المينيسر قالنا باللي راح انتسكنوا في السوداسي الأول سما أفن جوان معناتها أنت وفرسبتي لشوز دونك انت أعطيني ست شهور في الدي اتو فاور لسي تاعك دونك حنا هاد للمسؤول ما منا على ست شهور في لكاتع ما كاش ريبونس وواو يقول بلي راح انتسكنوا كيما قاع لديال 2000 عدل دونك دونك حنان دوكات نقدروا ونصبروا ست شهور راح انشوفوا هاد لسيت ولا راهم صح طلعوا وشدوا فلافروا وماستحهم اللهم بارك سينو عاودوا ولو نحتجوا التضارب في التصريحات المسؤولين وسوء التسيير جعل من مكتتبي عدل ولاية بومرداس يفقدون الأمل في الحصول على السكن وإيجاد حل لمأساة دامت سنين طويلة فهل تفي وزارة تبون بوعودها هذه المرة